السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعنا العزاء بنصور اليوم 25 ابريل 2021 ده صنف النعمي بعد ما اشتغلنا عليه ما شاء الله تزهير ممتاز جدا بداية عقد في الأجيال الزهارة البدري فيه طبعا فيه نسبة عقد بتصفي زي كده لا يوجد جنين لكن فيه حاجات كويسة فيه أجنة كويسة ما فيش مشكلة خالص انا شايف السنة دي طبعا فيه موضوع تفوت في درجات الحرارة ما بين اليوم والتاني ده عامل مشاكل كتير فيه موضوع موت الأجنة بيقابلنا كتير خاصة في الأصناف المحلية فيه عدم تلقيح وإخصاب في بعض الزهر وفيه موت أجنة في بعض السمار طبعا الموضوع ده السببه الرئيسي هو المناخ السندي فإن شاء الله احنا بنحاول نحافظ على العقد اللي موجود بقدر الإمكان ان احنا بنحافظ على الرطوب الأرضية كويس بنحافظ على التسميد خاصة تسميد الكلسم الفترة اللي احنا فيها دي بنروش طبعا رشات الفطري ما يمتحش نعمل فيها الفترة برضو دي بعد العقد فيه ناس بعد ما بيحصل عندها عقد بتبتدي بتاهم الفرش الفطري ده خطأ كبير كامل رش فطري وممكن ترش كمان نحاس بعد تمام العقد رشة الكلسام بورون للشيء المهمة كمان رشد سيتو كينين قبل ما اتكلمنا قبل كده في بعض اللذات مهم جدا رشد سيتو كينين علشان حيوية الجنين دي بعض الحاجات اللي احنا لازم نغد بالنا منها الفترة اللي احنا فيها دي ان شاء الله طبعا التكتلات دي ما حدوكم شايفين ان تكتلات دي لازم تتشال تعمل لاجهات كبيرة على الشجر التكتلات دي لازم تتشال وتطلع خارج المزرعة تماما نسبة العقل ان شاء الله في الجيل الاولاني يعني خير ان شاء الله وربنا احساب حدما بإذن الله تحيات اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر